مسائع الخير أعزائي الدرسين والدرسات طلاب الصف الأول السنوي أهلاً ومرحماً بكم في حلقة غديدة من دراسة الفيزياء للصف الأول السنوي حاجة جميلة جداً يا جماعة إن احنا نتقابل مع بعض مرة جديدة في حلقة من ضمن الحلقات الحلوة بتاعتنا اللي بتذكر لأولادنا احنا صعداء بأولادنا الحلوين اللي هما بيشتغلوا وبيذكروا ده شيء مشرف لنا الواحد بيبقى سعيد أو 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 أن أولادنا كده عندهم استعداد لهم يكونوا إيجابيين في حياتهم لأنه طبعاً مش هنغزي كلياتنا اللي انتوا هتخشوها في الفترة اللي جاية بطلبة تكون معلماتها قليلة لكن أكيد طلبة هتكون عندها استعداد علمي إنها تفهم في كل شيء احنا اتبسطنا جداً يا جاية أولاد من المرة اللي فاتت مع ميستر واقف المحاضرة الحلوة بتاعت ضرب المتجهات وكم كانت محاضرة مشايقة نشكر عليها الميستر وعلى اجتهاده وبس له مجهود معنا إنه هو يحاول يفهمنا أكبر قدر في ظل الضغوط اللي احنا موجودين فيها عشان وقت التر مقافز علينا النهاردة أولاد ندرس مع بعض جزء جديد بساميها عبارة عندي عميني أسادزة بساميها الحركة الخطية وأنواع الحركة إن مقصود يا أولاد بكلمة حركة خطية يا جماعة دي حاجات بنشوفها في حياتنا كتير لكن بدون تعليق يعني بدون تعليق فتحت مطش كرة أتفرج على الناس فلقيت مثلاً كرة بتتحرك من نقطة لنقطة فأسامي الموضوع ده بكلمة حركة خطية نرجع يا أولاد بعود بعد ثواني من الفاصل نتقابل مرة أخرى ثواني وسنعود شكراً سعداء بأولادنا الحلوين رجعنا لكم مرة تانية ده شيء بيسعدنا نتواجد دايماً باستمرار مع أبنائنا الحلوين وأولياء الأمور اللي هما متابعين أولادنا في مذاكرتهم عشان نشوف أولاد حلوين بإذن الله في كليات حلوة وده شيء مشرف إلينا جميعاً إحنا أولاد كنا بدينا بنتكلم على أنواع الحركات أو أنواع الحركة فقلت يا أستاذة أفاضل ممكن تكون حركة الواحد بيبصلها لكن بدون ما هو ما ياخد باله نوع الحركة دي فممكن تكون أنت مثلاً بتبص على زميلك هو بيلعب كرة بتتفرج على ماتش كرة فالكرة تحركت من نقطة إلى نقطة إن تركبت القطار اتحرك بيك مثلاً من محطة القاهرة راح نسم بيك محطة اسكندرية فدي تحرك من نقطة إلى نقطة فسميت هذا الموضوع عبارة عندي عن حركة أسميها حركة مين يا حبايبي حركة خطية حركة مين يا أولادي خطية ده ده نوع فانواع الحركات مهم الشرط تكون حركة بس حركة خطية هناك حركة كمان ممكن أسميها عبارة عندي عن حركة تكرارية يعني حركة تكرارية معنى حركة تكرارية أسميها هي عبارة عندي عن تلك الحركة التي تكرر نفسها عدة مرات طب هو يا مستر إحنا هنبدأ نذاكر إحنا حركة تكرارية أو حركة دورية أو أي سوء من أسباب أي يا جماعة مين من ضمن حياتنا يجب أن إحنا نلاحظه كحركة دائرية أو بسميها حركة تكرارية يقول لك آه أهم جزء بنجود بالنسبة لك ويمكن العلماء درسوا عليه هذا الموضوع ده بيحطونا الفوكس جامد إن أنا أقول لك حركة الكرة حركة الكرة الأرضية حوالين الشمس وهنا ما قدرش أعتبرها يا أستدزاء فاضل حركة في خط مستقيم لا 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 لأن الشمس اللي موجود معايا ثابتة في النص كمركزية الكون وبيلف موجود معاها مين الكون الكواكب اللي موجود معاها طبعية الموقف يبقى كأن الكرة الأرضية بتلف وتدور موجود معايا بفين حتة في حركة بسمية حركة دائرية أو حركة تكرارية حركة مين يا جماعة تكرارية أي بمعنى أنها تكرر نفسها عدة مرات بعض من الطلب أولاد بيحب يتساءل طب إحنا استدلينا مين إحنا شفنا مستر التليسكوبات ولا الكلام ده كله آه يحصل معاك تعاقب فصول السنة الأربعة مهلولة الدوران حوالين الشمس ما كانش تعاقب معاك الفصول السنة بسمية فصول السنة الأربعة يبقى أنا جماعة بديت أن أحرك أولاد الحلوين في الأجزاء دي إيه هي تعريف الحركة؟ قلت لك تغيير الجسم أو تغيير موضع الجسم بالنسبة لجسم آخر بالنسبة لمن حتى للزمن يعني تغيير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر بالنسبة للزمن يعني أنت ساعدتك سايب مدرستك في مكانها هترجع تلاقيها زي ما هي في مكانها بس إيه اللي حصل أني أنت تغيرت فيها هانوت يا فاندم تغيرت فيها عبارة عن دعمين الزمن اللي أنت قلت عليه مثلا سايبها الصبحية ساعة 8 الصبحية كويس هترجع تاني يوم إلى آخره من ضمن الموضعات هناك جسم بس ساميه جسم ساكن فالجسم الساكن الذي لا يتغيرم موضعه بالنسبة لحتى بمرور الزمن بالنسبة لمرور الزمن فدي سامته جسم ساكن أتكلم على جسم أساميه جسم متحرك مين يا أولاد بقى يقول مهم الشرط أن أنا يعني معلومة أن أنا أكون ذكرتها عشان أقولها لا ممكن أستنتج معلومة من معلومات سابق أنا خدت الجسم الساكن الجسم اللي هيتغير موضعه أما الجسم المتحرك يطلع أيوة أيوة استنتج بقى أنت نعم الكلام ده كل يتغير موضعه بمرور مين بمرور الزمن دي معناها جسم بساميه جسم إيه جسم متحرك جسم مين يا حبايبي جسم متحرك كل الكلمات ديت يا أولادي أنا محتاجها منكم في المتحان لأنه هو ممكن في المتحان ببساطة جديدة يقولك أعمل لمقارنة ما بين الجسم الساكن وما بين جسم مين ما بين الجسم بساميه الجسم المتحرك كلمات جديدة جدا الجماعة في مفهومها وقلت يا أستاذة أفاضل أنا مليش رغبة أن ليلة طول عمرها تقعد تحفظ يا أولادي ده من ضمن الإسلوب اللي العلم ما بتجيبش فيه نتيجة لكن لو أنت تطبعت المعلومة العلمية وحاولت تستنتجها معانا هتلاقي نفسك فرحان بيها وإنت بتشتغل فيها في مغالقاش تعليل كده لما نيجي نبدأ نشتغل معك على أنواع الحركة آه هو ده بقى اللي أنا عايزه من حضرتك طول الفترة اللي جاية أول نوع في أنواع الحركة لما نيجي نتكلم فيها نساميها عبارة عندي عمين أقول عليها حركة انتقالية يعني انتقالي يا مستر مانا لسه بقول أنا ركبت القطار بتاعي متحرك مع أسرتي رايح من باب بيتي أو رايح من القهارة ناحية اسكندرية يبقى ساميها تتمايز هذي الحركة بوجود نقطة بداية وجود مين يا حبايبي وجود نقطة نهاية وجود نقطة بداية وجود نقطة مين نقطة نهاية زي الحركة بسميها فين في خط مستقيم أو زي الحركة اللي بسميها عبارة عندي عن حرقة مقذوفات زي ما هناخد في نهاية الشطر اللي موجود في أيدنا ده أو في نهاية الفلسط ربما انت مثلا بتلعب بينج بونج مع زميلك في المدرس فلمجرد مثلا ما بتدور على الكرة فكأي من الكرة دي تنتقل من نقطة ايه لنقطة مينة او من اللعيب الاول من اللعيب التاني كويس ادي معناها بسميها كلمة مينة كلمة مكزوفات حاجة تانية غير حركة الانتقالية ممكن ناخدها عبارة عندي عمين يا حبايبي اسميها حركة دائرية او تكرارية ايه الحركة التكرارية استأذن حضرتك تكرارية هي تلك الحركة ماشي يا فاندب التي تكرر نفسها عدة مرات واصريتي يا سادزة افاضل مهمة جدا هذه الحركة في حياتنا بناء عالمين الكرة الارضية التي تتحرك حوالين مركزية الكوني اللي هي بسميها شمس وفيما بعد جماعة هناخد برضو ماشي حاجة اسمها القوة الجذب المركزية او بسميها قوة الجذب المركزي اللي هي بتجذب بيها الشمس المجرد معي طب ماشي اتفقت معكم ولاد في الفترات اللي فاتت لو انت واتجدعك كده وبتسمع كلام الميستر ياريت ورق او قلم وتكتب معي هزي الملحوظات فاضل في اهلا 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 بيك حبيبي اهلا وسهلا ازايك مصطفى عامل ايه كويس بيك لا تعال يا حبي احنا بنبقى سعداء جدا باولادنا اللي امتبعنا ده شيء بيشرفنا اتفضل لمصطفى سؤالك ايه حبيبي اه كنسل اختر الاجابة الصحيحة مما بين الجبات الموضوع اتفاضل الفامل اه سيارة تتصارع بانتظام من السكون تمام اه تتكتب سرعة بي تمام عندما تقضع مسافة بي تمام تكون ثلاثة سيارة عندما تقضع مسافة اتنين بي هي نضأ بي اتفاضل الفامل هي بي ولا جزة الاتين بي ولا اتين بي ولا اربعة بي تعال عيد معايا تاني يا مصطفى بعد حقائك اللي انا بسميها جيفن بالنسبة لي او معطياتي ماشي ايه بدايتك انت بتقولي يا رطة تتصارع من السكون يعني ايه من السكون من السفر معنى كده ان ال في انيشال اللي موجود معاك انا ما عرفش عنها حاجة كلام جميل ما عنديش فكرة عنها حاجة وعايز اطلع منها مين عايز اطلع منها ال في اللي بسميها السرعة بالنسبة لي مش عارفها هي بتسوي قد دي ده شيء عايز اطلع من هنا مصطفى ايه تاني بنسبة ليك انتب اطلع ايه عايزك تعاين عجلة ولا عايز تعاين مين نعم عايز تعاين السرعة النهائية طب انا لما احب عايز السرعة النهائية تطلع عبارة عندي امين لازم اطبق القانون بتاعي اللي هو ال في فاينال هتسوي عبارة عندي ال في انيشال بلاس الاي ملتبلايت كام بلاس الاي ملتبلايتين كلام جميل انا هنا هشيل ال في انشل هتساوي زيرو. كلام جميل. وبقول ان ال في فاينال تساوي كامل. طب هو ادلك حاجة عن الطايم يا مصطفى. لا. ما ادنيش حاجة عن الطايم. يطلع معك دي مقدار هو عايز مني ايه ولا عايز مني التي بالزبط. عايز مني. عايز منك مين? يطلع معك دي مقدار اللي انت بتكلم عليها هتساوي ادي ايه ملتبلاي كامل ادي ايه ملتبلاي تايم. ده لو كان هو مديني في قلب المعطيات الطايم. طب هو انا مش مديني طيب. ما ليه حل تاني. يطلع معك عبارة عندي امين? يطلع معك القانون التاني اللي هو الف بار تو ماينس الف اي بار تو اكوال كام تو اي دي. هو الفضل فاني. انا لو ساعدت مش فاهم الكلام ده وانت بتقول الكلام انجليز وانا مش اه مستعوى باي كلام عشان انا عرام يعني مش لو ايه حبيلاء ده احنا سعداء بيك. احنا تطلع معنا ان السرعة الاخيرة بالنسبالنا اللي هي موجودة معاك هتنطبق مع مين هتساوي الاي في تي اللي هي الاكسراريشن موجودة في الطائرة. اكسراريشن في مين في الطائرة. يعني كأن السرعة اللي احنا بنكلم عليها هي اكسراريشن اللي هي العجلة مضروبة في مين مضروبة في الزمن. عجلة مضروبة في مين في الزمن. يعني اللي بتساوي العجلة مضروبة في الزمن. عجلة مضروبة في الزمن. ويمكن بس ازرع على الاثبات اللي موجود معايا ده انا محتاجه منك ان انت تتعلمه لان انت طول ما انتقعد في المتحل يا مصطفى? هتلاقي نفسك في اسئلة زي كده غير مباشرة من الزمن العاشر. ها? طب يعني رجاب هتطلع اياه? المضروبة في الطايم اللي هي العجلة مضروبة في الزمن. العجلة مضروبة في الزمن. عجلة مضروبة في الزمن. يعني انت عايز تقول اخترار في ولا مين يا فندم? جزر الاتنين في موجود معك ولا مين تاني? ها? ولا اربعة في. انا مقدرش هيقول لي غير ان هي هتساوي عبارة عندي عن كم? اختر من ضمن الاختيارات بالنسبة لك. هتطلع معاك هي الفي فاينال. هتساوي عبارة عندي عن ايه? الاتنين في. اتنين في. مرسي. انا ممسوط جدا نسمع صوتك. واتمنى تلاحقنا تانية مصطفى. ده شيء مشرف بالنسبة لأولادنا. اولاد شطار شغالين من غير مقاشر. ارجع معاكو تاني كمان مرة الى موضانة. لما اجا معاك على حركة دورية او بسميها تكرارية. زي ما بنبص كده اولاد انا هنا اخترت معاكم حركة دائرية او تكرارية. سميتها الحركة التي تكرر مين? التي تكرر نفسها على فترات زمنية مطلحقة. يعني كأنه هناك تكرار. يبقى انا محتاج منك ان انت لما تيجي تتكلم تقول لي السؤال الموجود معك. ادي الفرق ما بين الاتنين شكلهم ايه? حركة دائرية او تكرارية او حركة تانية بسميها حركة منتصمة. في معاك هنا امثلة تانية نسميها السرعة. السرعة دي عبارة عندي هنمين? هي الازاحة التي اقطعها الجسم في انحتة في الثانية الواحدة. في الثانية مين الواحدة. كلام جميل? ويا اولادي ارجعكوا تاني كمان مرة. يا اصد زي افاضل محدش ينساني في اختيرات السرعة. لما كنت اجا اقول للاولاد الحلوين. يا اولادي بعد اذن حضراتكم. انت هنا بتدور على مين? انت هنا بتدور على او صيغة بسميها صيغة ايه? الوحدات والابعاد. طيب ماشي. رجعلي تاني يا ممر. افرد ان انا بقول لحضرتك مسلا قطار او عربية ماشية بسرعة عبارة عندي عن عشرين كيلوميتر بر اور. يا مستر ما تعودناش في الوحدات اللي موجود معي اشتغل بالكيلومتر على الساعة. عايز احول من كيلومتر على الساعة دي لمتر على الثانية. او ما اعمل ايه? اقول لك هن يا فندم امسك العشرين اللي موجودة معك دي اضربها فيه. عبارة عندي عن كام? امسك العشرين دي اضربها. عبارة عندي عن ادي وان ساوزند. عالمين الساعة. الساعة كم دقيقة? ستين دقيقة. والدقيقة كم سانية? ستين سانية. يطلع معك عبارة عندي عن كام? هقولي العشرين اللي انت بتتكلم فيها. في. هكانسل الاثنين صفر دول مع الاثنين صفر دول او الغيب مع بعض. يطلع عشر على كام? على ستة وتلاتين. عشر على ستة وتلاتين. دي نكامة سالزة هي خمسة على تمنتاشر. استأذنكم بقى اولادي في اولادي الحلوين اللي معهم الكالكوليتور. امسك الكالكوليتور الحلو بتاعك واضرابلي. عشرين في خمسة على تمنتاشر. يديني الاجابة للتحوين من كيلوميتر بر اوار لميتر بر مين? لميتر بير بسميهم لميتر بير ساكت. ميتر بير مين يا فاندن لميتر بير ساكت. مهم جدا ان انا كنا عارف السرعة اللي موجود معايا دي لاني ليها اشكال تانية احنا محتاجين لها ان احنا نشوفها. طيب? ياولادي ما برضو نفس الاسترجاع هو هو اللي كنا خدناها في فترة اللي فاتت. الاسترجاع كان مين. لو ما يستر الصرعة اللي موجودة مع ساعةك اللي انت بتتكلم عليها هي عبارة عندي عمين? اسميها ازاحة على مين? على على زمن. ازاحة على مين على زمن. طل على وحدات. لما طلع الوحدات يطلع معاك ادي. عبارة عندي عن ادل في تساوي عبارة عن كم اساد زي. يطلع معاك أدي دي على كم? على تي. طب مين شاطر فيولاده طلوين? يقول ايه? كلمة دي دي او بسميها كلمة او ازاحة معناها جسمه متحرك في اتجاه محدد يطلع عبارة عندي مين حرف ال L على مين على الطايم حرف ال T يطلع معاك عبارة عندي عن كام كلها تساوي ادي L T negative 1 L T negative كام L T negative 1 يبقى اذا الصيغة اللي احنا خدناها من زمان في الوحدات والابعاد اللي بتكلم فيها على ال Velocity او السرعة اسمها كام اسمها L T negative 1 معايا اشكال كتيرة جدا يا جماعة من انا اتكلم على ال Velocity بتاعتنا اول شكل من ضمن اشكال Velocity بنسميها سرعة عددية وفيه سرعة تانية ممكن نسميها سرعة خطية او بسميها سرعة متجهة تحاوني بقى اولاد يعني ايه يا مستر دلاتي احنا المعلومات دخلت كلها معنا مع بعضها افرق ازاي ما بين سرعة عددية وافرق ازاي ما بين سرعة متجهة بتهالي تعربنا هذا الموضوع فترة سابقة قبل كده سرعة عددية اللي موجودة معك يعني انت بتعد ده عدد السرعة عدد السرعة بتاعتك ده قد ايه عربيتك فيها عدد فاهمني جاي ازاي فالعدد بتاعك ده هو اللي بدي لك قراءة بسميها قراءة محددة مش عارف انا القراءة دي قد ايه دي سمع سرعة عددية لكن لو انت رايح من باب بيتك نحي باب مدرستك اسميها سرعة متجهة يبقى انت تتساوى السرعة العددية مع السرعة المتجهة تتساوى السرعة عددية مع السرعة المتجهة في حالة لما يكون نفس المسافة هي هي نفسها نفس مين؟ نفس الازاحة. نفس المسافة في نفس مين؟ نفس الازاحة. يبقى انت لو متحرك من بيتك ناحية مدرسك يعني ليك اتجاه محدد؟ سمناها كلمة ازاحة. تتساوى هنا السرعة العددية مع السرعة مين؟ مع السرعة المتجهة. طب ماشي يا أولاد؟ هندخلنا على متحان شهر نوبمبر. هتلاقي المصر عندك في المدرسة بيقولك ماتة تتساوى السرعة العددية مع السرعة المتجهة. ترد عليها تقول ايه؟ تتساوى السرعة العددية مع السرعة المتجه إذا كان لهم نفس المسافة ونفس الإيه ونفس الإزاحة أي بمعنى ليهم نقطة البداية وليهم مين يا فنديم ليهم نقطة زي بسميها نقطة نين نقطة النهاية زي نهاية الرحلة من ابن قشم طيب ماشي السرعة دي اللي انت بتتكلم عليها دي هيت هي عبارة عندي عن مين أي وعداد السرعة ودي غالبا مجابة لأنهم ما بدينش قراءة سليمة أما السرعة اللي هي المتجهة أنا بقول يا بزود العربية بزود السرعة بقللها فكأنها ليها اتجاهين يا إما أقول عليها هي عبارة عندي عن إما مجابة يا إما مين يا إما سليبة السرعة إن إحنا بنيجي نتكلم فيها أستاذ أفاضل بنمكن نيجي ناخدها على إن هي ممكن يكون لها أشكال أقول إن السرعة العددية دي سأقول عليها هي عبارة عندي عن كمية ماشي كمية قياسية أما السرعة المتجهة هقول عليها كمية مين كمية متجهة السرعة بسميها المتجهة ليه ليها مقدار وليها إيه وليها اتجاه ليها مقدار وليها مين يا حبايبي ليها اتجاه ما انت رايح من بيتك ناحية مدرسك لكن السرعة عددية لها مقدار بس لكن بدون ما يكون لها ايه بدون ما يكون لها اتجاه تعالوني هنا اولاد لو انا مثلا هتكلم معكم على ورقة من ضمن اوراق بتاعتك مثلا بتاعت اللي هي الجريف وقلتلكم يا أساد زعفاضل دائما ما احنا ما بنشعر اولادنا اللي حلوين يا أساد زعفاضل دائما ليه اسئلة في الامتحان زي سؤال بسامي سؤال راس مبان ميدي لك هنا هوت سؤال موجود معك بقول لك يا تحرك شخص مسافات معينة خلال ازمنة كويس كما هي موضحة بالشكل او بالجدول حدد نوع السرعة بحساب الميل طب اعمل يا جماعة هتلاقي باستمر في كراسة الرسمة بتاعتك اللي هي او كراسة الرسم البياني او مثلا ورقة الاجابة بتاعت الامتحان يمدي لك عبارة عندي عبارة اسمان يا أساد زعفاضل دائما انا اسمح لنفسي بوجود ألم رصاص معايا داخل الامتحان طب اعمل ايه ارسم باستمرار المساحة او الازاحة اللي موجودة معايا على المحور رواي اهو يا فندي احط هنا قدي دي بالميتر وارسم الطايم او الزمن احطه على مين الطايم احطه على مين على المحور بسامين الحور الثانية موجود بالنسبالك طب تعالوا نمشي تاني ملحوظة بالنسبالك وانا اهمينك جدا كل هذا المضوع اتكلم معاك على مين لازم ما اقدر اقول هنا هي عبارة عندي عن تحرك مسافة عبارة عندي عن قدي دي سفر قدي دي خمسة قدي دي عشرة قدي دي خمستاشر عشرين خمسة وعشرين ودي ممكن اخدها غاية مساء كامل غاية تلاتين طب ايه اللي خلاك كده اقول تعلمت لو سمحت في حياتك في قلبي اللي هي مسائل الرسمي باني لازم امشي مقادير متساوية يعني انا بديت بصفر خمسة لازم اكمل خمسة عشرة خمستاشر طب انا بديت باثنين لازم امشي اتنين اربعة ستة طب انا تعالوا لي هنا انا شايف الزمن ماشي معايا واحد اتنين تلاتة اربعة من الجدوة اعمل هنا نفس الحوار ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة اربعة ادي خمسة ونقف لغاية مثلا مين لغاية مثلا الرقم الاخير بس امين لقم ستة كلام جميل تعالوا بينا يا جماعة بقى نشوف عند الواحد بتاعت الزمن دي الاولانية تسوي كلمة مين ادي خمسة طب عند الاتنين انا كنت كام عند الاتنين انا كنت عشرة كلام جميل طب عند التلاتة انا كنت كام يا سادزة كنت خمستاشر هاي فانديم عند التلاتة انا كنت خمستاشر طب عند الاربعة انا كنت كام يا سادزة عند الاربعة انا كنت بس امين انا كنت كام انا كنت عشرين او كانت او الازاحة بتاعتك تسوي كم عشرين طب عندي الخمسة والسيدي العزيز عندي الخمسة اللي موجودة معاك انا ممكن اقول عليها هي عبارة عندي عن كم خمسة بسامية خمسة وعشرين لو انا عملت خط يا جماعة وقلت مشارط الخط دوان يكون اي حاجة لكن بوسميه خط يتوسط جميع النقاط يطلع معاك زي صورة مين خط طالع زي صورة خط مستقيم بنسبلك طيب من المستطل الوقتي هنا انا عايز اعين المسافة دي ايه او عايز اعين الميل لما تيجي تعاين الميل يا اولادي يخدوا اي نقطتين حلوين قدامك اي نقطتين انت عايزهم وليكن هاخد مثلا مين هاخد النقطة دي ونقطة دي او يا شباب يطلع معاك النقطتين دي بمطقة البساطة ادي عبارة عندي عن نقطة ايه ودي نقطة بي ودي نقطة سي هو ده اللي بسميه عبارة عندي عن الميل طب الميل بيساوا مين الميل كنا نقولها اسمه دلتا دي اللي هي الازاحة على مين يا سادزة على الديام اللي موجود معي طب الحقوني احنا اتخذنا يا جماع من زمان فات فقال بالدراسة بتاعتنا بتاعت الماسك كان يقولك ان الميل ده بيسوي عبارة عندي عن وي 2 مينوس وي 1 على كام يا سادزة على اكس 2 مينوس مينوس اكس 1 اترجم الموضوع ده ازاي يا ولادي الحلوين اهو الواي 2 اللي موجودة مع سعادتك اللي انا خدتها هي عبارة عندي عن 25 ماشي اللي انا خدتها هي لا تسوي كام سوي عشر يبقى كان انا 25 على كام على عشر كام ال اكس 2 تعالي لما اجا اخدها يطلع معك عبارة عندي عن 5 ناقص كام يا سادزة ناقص الاتنين موجود معي تعالوا نبينا نعمل مينوس او اطرح 25 نقص العشر يسوي كام يسوي 15 5 نقص الاتنين يسوي كام يسوي 3 طب ماشي 15 على التلاتة فيها كام يا ولادي يطلع معك 5 يبقى اذا ميل السرعة او اللي هي المساعر اللي احنا بتكلم عليها يطلع معك 5 متر بر كام 5 متر على الثانية بالنسبة لك طب بلاش طالب مسلا شاطر مجتهد معانا جاب الميل ده ممكن واحد تاني يختار اي نقطتين هيطلعوا نفسي الاجابة هي هي ادام هذا الجسم ماشي في صورة مين صورة منتظمة صورة ايه منتظمة وقلت شرط الاساسة للصورة منتظمة بيطلع معاك الشكل عبارة عندي عن زي صورة مين زي صورة ستريت بساميه ستريت لاين او بقول عليه خط هساميه خط مين خط مستقيم مش شرط اتكلم عن هذا موضوع لكن فيه موضوع تاني جماعة بيسميه سرعة متغيرة ايه السرعة المتغيرة اه السرعة المتغيرة اللي موجودة معك هي للجسم مسافة ممكن يتحركها عبارة عن دعمين مسافات مختلفة في ازمنة زمنية متساوية ويمكن ليه تعقيد بعض الشيء اولادي على بعض الاولاد لما نيجي نتعامل معهم هنا يروح يقولك اه ينفع نقول مسافات متساوية في ازمنة مختلفة ليه تعقيد ليه اولاد اساس لان الطايم ده وتجماعة او الزمن ده عمرنا كاشخاص ما نقدر نتحكم فيه الطايم ده من سرعة القالب فما اقدرش اني انا اقولي اني هتحكم في الطايم الطايم طول عمره ساويته لكن مين اللي ممكن يتغيره نوع حركة الجسم عربية ممكن تمشي بطل عربية ممكن تمشي اسرع الطريق دايقك فانت طريد تهدي الطريق سرع فسرعت شوي فاسمي هذه الحركة هي عبارة عندي عن سرعة متغيرة يبقى ايه السرعة المتغيرة اللي باتتلم فيها السرعة المتغيرة هي الموجودة معي الجسم يتحرك مسافات عبارة عن دعمين مسافات مختلفة فيه ازمينة زمنية متساوية ازمينة زمنية مين يا جماعة ازمينة زمنية متساوية مفيش اي صعوبة فيها طب لو انا هنا قدرت احط لها كتعريف ايه هو التعريف بتاعها السرعة هي جسم اللي يتحرك مسافات متساوية فيه مسافات مختلفة فيه ازمينة زمنية متساوية طب ماشي عايز ابص عليها على الجراف بتاعك لو على الرسم البياني بتاعك بص لي كده ساعتك لو أنا هبص على رأس المبينة يمتح يطلع معك الرأس المبينة لازم هيطلع خطه منحني ما تحاولش ليه؟ أصلاً أنت بتقول لأ مستر أنه هو هنا متغير متغير على حسب مين؟ متغير على حسب الزمن الزمن أنا معرفش عنه حاجة خالص أو الزمن أنا باقي أقول الزمن ده أنا معرفش أنه هو الجسمي هيتحرك إزاي في هذه الحالة ربما يكون مثلاً الطريق فاضي فأنا سرع ربما يكون الطريق زحم شوية فأنا بطقت سرعتي يبقى داوب بالنسبة لنا أو خدنا عبارة عندي عن طريقتين لما يطلع معاك الخط بسمية خط مستقيم طلع معايا هو عبارة عندي عن سرع بسمية سرع إيه منتظمة طب لو خط جاي منحاني يطلع سرع بسمية سرع إيه غير منتظمة أو بسمية متغيرة من السرع غير منتظمة أو متغيرة دي أطلع حاجة اسمها سرعة لحظية يعني إيه سرعة لحظية؟ معنى كلمة سرعة لحظية هي تلك السرع اللي موجودة معايا عند لحظة معينة يعني عند لحظة معينة انت مثل بما تحرك خلال رحلة عشر سوان ما نعنش الثانية الاولانية دي كانت سرعتك قد ايه ما نعنش الثانية دي كانت سرعتك تانية قد ايه فدي اسامية سرعة لحظية سرعة بسامية سرعة كامية سرعة لحظية طيب يا سادزة افضل السرعة اللحظية دي انا بطلعها من السرعة بسامية السرعة مين السرعة المتغيرة السرعة مين ياولادي السرعة المتغيرة كلام جميل أنا فرحان جدا جدا بيها ما هيش معقدة علميا لكن في النهاية هي محتاجة لك أنت يكون معاك ورقة رسم بياني وياريتك تكون معاك ورقة دلوقتي حان رسم بياني أنت تحاول تاخد بيها الإجابات دي وتحاول ترسمها معايا هتلاقي نفسك شغال من غير نقاش بصور كده أولاد لو أنا حطت لك هنا الرسم الجميل ده وماشي وقلت لك الرسم بنسبلك جاي بالصورة دي جاي صورة خط منحاني والرسم الثاني جاي صورة زي صورة طب يا مساء وفرق ما بينهم إزاي ما دي واحد خط منحاني دي خط منحاني الأولانية أفاضل اللي إحنا بنتكلم فيها هي دي اللي أنا ممكن أسميها سرعة لحظية هي فندم يعني سرعة لحظية عند لحظة معينة يكون سرعته بتساوي كان عند لحظة هنا تفنى فدي برضو بتتبع الميل الميل بتاعك اللي هو كان مين اللي ممكن أقول هو عبارة عندي عن معدل التغير في الإزاحة على معدل التغير بالنسبة لمن الزمن أوه اوعى تنساني فين حتة اكتب التعليق ده أو الجيفن ده لما أجأ أقول الأولاد الحلوين إن دي بتاعتك هتطلع فوق بالميتر وهتطلع هنا طيب عبارة عندي عمين برضو الزمن بسامي الزمن بالسواني طيب ماشي يا أولادي لما أحب أنا أعينه عمليا أجيبه منين يا أساد زي أفاضل اعمل لي هنا زي صورة مماس المماثل اللي موجود مع ساعدتك ده خد أي نطرين أنت عايزهم يطلع معاك عبارة عندي عمين دلتا دي اللي إحنا بنتكلم عليها على دلتا بسامي دلتا كام دلتا تي اللي هيك هتسمعها كام برضو وي تو ماينس كام يا شبابنا ماينس وي وان على كام على اكس تو ماينس اكس وان اكس تو ماينس مين اكس وان طيب ماشي واحد بيقول لي احنا قطعنا مثلا مشوار يعادل مثلا دي الفين تلات تلاف متر كويس متوسط السرعة يكون قد دي لما حب أتكلم على المتوسط بقى يا أساد زي أفاضل نقول إن متوسط السرعة بتاعتها طيب تك متوسط السرعة هو عبارة عندي عمين كمت متوسط السرعة هقول عليه هو عبارة عندي عن كل المسافة على كل الزمن كل المسافة على كل مين كل المسافة على كل الزمن يعني أنا جا عايزة أقول هنا المسافة اللي موجودة معاك تلقت مثلا معاك عبارة عندي عن ألف متر كلام جميل انت قطعتهم في الزمن قديم مثلا ممكن عشر سوان يبقى نقدر نقول ألف على مين على عشر انا مليش دعوة بقى كشخص في الألف متر دي من جواها السنة الاولين انت مشيت كم متر السنة التانية مشيت كم متر مليش دعوة لكن انا عشان اتكلم على متوسط السرعة حبايبنا الحلوين كنت اقول فيها هي عبارة عندي عن بالكام تسوي عبارة عندي عن مين يا ستزا اقول عليها هي كل المسافة على كل مين على كل الزمن اللي موجود معاك طبعا انا برضو لازم اعمل خط زي ده وده الخط اللي بسمهولك هو عبارة عندي عن السرعة المتوسطة فتطلع معاك السرعة المتوسطة اللي انت بتتكلم عليه المسافة الكلية المقطوعة على مين يا حبايبي على الزمن بسميه الزمن الكلي يبقى اذا يا ستزا انا برضو خطت معاكم قد السرعة بسميه سرعة متوسطة وامر جلالت جدا ان انا اتكلم معاكم على الحاجات دي طيب ماشي ما هو ممكن في الامتحان برضو اقولك ما نعني ماذا نعني بقولنا واسئلة ديت اولادتكاد تكون مضمونة فعلا لأولادنا الشطار ما المقصود بقولنا السرعة اللحظية تسوي عشرة متر على الثانية عشرة متر على الثانية يعني ايه انت بتقول لي بقى اللحظة ديت او السرعة عند اللحظة معانة يسوي السرعة كم عشرة متر على كل مين عشرة متر على كل بسميه كل ثانية بالنسبة لحضرتك ادي السرعة بس امين سرعة ايه اللحظية طيب ماشي ما انا ممكن اقولك سؤال تاني ماذا نعني بقولنا السرعة المتوسطة تسوي تاني او عشرة متر على الثانية تقول لي عبارة عن دعمين مجموع المسافات او الازاحات التي اقطع على الجسم في ثانية واحدة او مجموع على كل الزمن الكلي تسوي الرقم اللي انا ايه من اديه لك ده وياريتك تكتب معايا الاجابة دي فاهمني جاي ازاي فين معايا ولاد الحلوين لما اجا اقولك السرعة اللحظية ان السرعة جسم عند لحظة معانة تسوي ادي ايه ادي عشر ماشي كامل يا استاذ لما اجا اقولك السرعة المتوسطة عشرة متر على الثانية ترد علي تقول لي ايه تقول لي ان ازاحة من نقطة البداية لنقطة النهاية بدون دخول بقى في تفاصيلة بقى مش هقولي السنية الاولين كانت كم متر السنية التانية كانت كم لتر ادي كل اللي هميني يبقى معنى كده كل الازاحة على كل الزمن يسوي عبارة عندي عن كامسة ودية عبارة عن عشر طيب ماشي انا هنا بحتاج منك جملة علمية تاني امتى تتساوي السرعة اللحظية مع السرعة المتوسطة وهو ده اللي انا بحبه في ولادي يا ولادي خلي معاكم معلومة علمية تكون موجودة قدامك امتى تتساوي السرعة اللحظية مع السرعة المتوسطة لما هم اللي اتنين يمشوا بسرعة ايه يمشوا اللي اتنين بسرعة منتظمة يعني سرعة منتظم يعني انت بتقول يتستنية اولا اينا تحركت خمسة متر يتستنية التانية كم كمان مرة خمسة متر سنية التالتة كم برضو كمان مرة خمسة متر يبقى انا هنا بصدد سؤال سؤال حلو جدا لما هو اقول لك متى تتساوي السرعة اللحظية مع السرعة المتوسطة ترد عليها تقول ايه عندما ها مين بيكتب معايا او مين بيقول ويا عندما يتحرك الجسم بسرعة سرعة مين حبيبي ايه ايه عايز اسمعك بسرعة بسميها سرعة ايه سرعة منتظمة كلام جميل طب انا بقى عايز الخص بعض الرسومات اللي انا تعرضت لها الفترة اللي فاتت يا مستر كده احنا خدنا ثلاث اشكال الاشكال اللي موجود معايا شكل لما طلع معايا خط زي خط مثلا مستقيم وطلع خط المستقيم اللي موجود معاك ده طلع لمنظر سرعة منتظمة والشكل الخط اللي هو طلع معايا خط منحني سمتها غير منتظمة طب في خط تاني تالت اللي هو زي ما موجود قدامنا على الرسم ده اسميه ايه يقولك كده بس يتفضل يا فاند الخط التالت ده اللي انت بتتكلم فيه هو عبارة عندي عن ادي الديسبلسمنت على الطايم او ادي الازاح على الطايم يطلع معك ان الجسم هنا عبارة عندي عن مين؟ الجسم ساكن يعني ساكن اي مش متحرك اي بمعنى بسميه عبارة عندي عن اللي بتحرك هو الزمن بس لكن الجسم ده واقف في مكانه ما تحركش طيب ماشي لو انا حاولت بص المنظر ده ده اه قدامك منظر ده ده له شكل عبارة عندي عن مين؟ ادي هنا عبارة عندي عن ادي دي وادي بسميه كام ادي تي يعني ادي مثل دي اسمها او بسميه ازاح على مين على الزمن؟ اسمي هذا الجسم عبارة عندي عن عجلة ايوه ولادي مين متابعني؟ اسف اسميها سرعة منتظمة سرعة مين يا جماعة؟ منتظمة لان بعد شوية هغير كلامي في هذا المضوع هحط هنا عبارة عندي عن مين؟ نفس الحالة هي هي بس جاي صورة خطة منحاني يطلع معاك يطلع معاك سرعة يا اما الناس تقولها متغيرة يا اما الناس تقولها عبارة عندي عن مين؟ غير منتظمة غير مين يا ولادي غير منتظمة اسئلة حلوة كتير واسئلة مضمونة مع ولادنا لكن انا هميني في ده كله بعد اذن حضراتكم يا حبيبي لو ايت لو انتوا جدعان حتى لو ما كانش معاك ورقة رسمة بياني دلوقتي حالا بعد ما تنتهي الحلقة ام خد ورقة رسمة بياني ماشي وحاول ان انت ترسم رسمة بتاعت الرسمة الجراف لان دي من ضمن الرسومات اللي انت كشخص لازم تتعرض لها فينا حتى في الانتحال كلام جميل كويس؟ انا فرحان جدا بكل هذه الاسئلة وقالتكم انتوا قلت تكتبوا معايا وتابعوني اديتك هنا منظر الجسم ده سميته جسم ساكن سميته جسم مين ياولادي جسم ساكن والتاني سميته جسم مين جسم متحرك بسرعة منتظمة طب اما التالت ابو خط منحني سميته مين وقلنا الناس سميته سرعة غير منتظمة طب امسكني بقى محتاجك في كلمة اضافية يا مستر دلوقتي انا عايز اعملها متوسط سرعات يقول لك متوسط سرعات هاتيج يا استاذة عزيز على الشكل اللي احنا كنا رسمينه ده هناك واعمل نقط كده واطلع من الشكل الده عبارة عندي عن كل المسافة اللي انت مشيتها قدية وليكن مثلا عبارة عندي عن كام 25 متر اطعطاف زمن قدية ما ممكن يكون الزمن عبارة عندي عن 5 يبقى يطلع معاك عبارة عندي عن كل المسافة اللي هو مشيها 25 على كام على 5 25 على 5 فيها كام يدي معاك 5 بساميها دي 5 ايه 5 متر على الثانية اوعى تنساني وتستعجل وتقول 5 متر على الثانية تربيع لا ما ينفعش من ليه لانها دي اساسا بيتكلمك على مين بيتكلمك على عجلة مش بيتكلمك على صراحة احنا هلا بنتكلم على مين بنتكلم على صراحة عمري بنقاش تعالوا بنا يا جماعة نطبق مسألة عملية كده ونشتغل بيها أنا وانتم واتمنى من اولادي يكون معاكم وراء وقلم انا بحب الكلام ده يكون بناء مش لازم كل حاجة نستر اقولها يعني حتى يا جماعة حتى برده وانت في الفصل تلاحظ ان المسأل تمالي بيقولك هات كشكول معك عشان نكتب اولا نسجل الدرس بتاعك رقم اثنين انت بتكتب وراه منوع من انواع انت بتضرب نفسك على حلول المسائل والاسئلة اللي ممكن تتعرر لها ولذلك انا ارفض ان الطالب ممكن يروح المدرسة من غير ما يكون الكراسة بتاعته معايا ما ينفعش لازم تكون كراستك كراستك كاملة الحاجات اللي انت خدتها في مسألة من ضمن المسائل فيديهين موجود معايا بنتكلم فيها سائق تحرك شايفينها شبابنا بعربطه مسافة 9 كيلومتر يعني كأن المسافة اللي هيتحركها هذا الجسم قد ايه عبارة عندي عن 9 يبقى انا حطيت ان المسافة او الدستانس سوى 9 كيلومتر ينفع من غير نقاش طب اذا حبيت احولها اسمعك التسعة دي عاملها اضربها في مين اضربها في الف او اضربها في عشرة قص ثلاثة عشرة قص كاملة عشرة قص ثلاثة ايه عشرة قص ثلاثة ايه بمعنى بقول عليها انها هتساوي عبارة عندي عن الف تسعة تلاف متر زمن قدره قد ايه قالك الزمن اللي هو بتحركها عبارة عندي عن ده تايم يديني او 12 كيلومتر اه ساعة كده موجود معاك تفنى نفز منه الوقود ماشي يعني الراجل ده البنزين بتاعه خالص مضطر يمشي على رجليه لغاية اقرب محطة مسافة قد ايه المسافة التانية الجديدة هي دي اتنين اللي هو هيمشيها عبارة عندي عن اتنين كيلومتر زمن قدره قد ايه الزمن الجديد عبارة عندي عن نص ساعة بالنسبالك عايز منك سرعته من نقطة البداية لنقطة النهاية اشكرا كفا لما حب نجيب السرعة نعمل ايه ما انا قلتلكم حباي ساعتها اقدر عد عدد الامطار اللي هزا الجسم تحركها وابدأ اقسم عليها بكل الازمين اللي هو تحرك يطلع معك عبارة عندي عن نل في تساوي كم على كم تسعة زائد لتنين التسعة اللي هي الاولانين واللتنين اللي هي المسافة التانية اللي هو مشيها على رجليه زائد الزمن الاولاني اللي هو كان ماشي يساوي قد ايه زيرو بوينت اتناشر زائد عبارة عندي عن كم يطلع عبارة عندي عن قد الاتنين مين في ولادي الشطار عد العد جميل ده يطلع معاك كلها تطلع سبعتاشر ماشي في ديسميل كده سابق أو علامة عشرية أربعة من عشر كيلو متر على الساعة كيلو متر على مين على الساعة كويس في نفس اتجاه الحركة اللي نفس اتجاه الحركة عن ايه معنى كلمة نفس اتجاه الحركة يعني انت كأنك بتقول هنا هون ان هون متحرك لغاية نقطة معانا مرجعش بيها تاني ده هو مش قدام شوية أمطار موجود معايا عشان يجيب البنزين بتاعه يقدر يمنى من الوقود بالنسبة لك استنتج من هنا ان السرعة متوسطة هي عبارة عندي عن كل المسافات الجسم مقطوعة على فين على الزمن بسامي الزمن موجود معايا اللي انت فهمتني أو تبعتني من ده رغم ان انت ممكن تكون جاي من المدرسة بجهد أو تعبان أو اي سبب هتلاقي نفس الكلمتين اللي احنا قلناهم فيه السرعة يتكرروا مع مين يتكرروا مع العجلة يتكرروا مع مين العجلة ايه العجلة بقى يا ولد محدش يجيني يقولي على العجلة ديت يا مستر العجلة هي البسكليت اللي احنا بنركبها لا لا العجلة المقصود بقى عنها هي عبارة عندي عن التصارع التصارع المقصود عليها ان اقولك زيادة في السرعة ادي معنى كلمة زيادة في السرعة فالعجلة دي هي عبارة عندي عن التغير في السرعة تفنى التغير في السرعة من خلال ايه من خلال الزمن خلال مين يا فندم الزمن ولو رجعكم تاني كما مرة للباب الاولاني كنا نحط لها رمز او علامة حرف الا طب ماشي ليه مستبطل حرف الاي اصل حرف الاي دي تعني كلمة acceleration طبعا ولادنا كلهم بدرسوا لغة انجليزية فالacceleration تبدأ بحرف مين حرف الاي تطلع يا معاك يا بارة عندي عمين ادي دلتا اسميه دلتا في على دلتا كام على دلتا تي دلتا في على دلتا كام دلتا تي يبقى اذا انا خدت قاعدة اصلية ان العجلة الموجودة معاك تسوي عبارة عن دلتا في على دلتا تي طلع لها يونت او طلع لها واحدة الاستخدام لما اجي طلع لها واحدة الاستخدام يطلع معاك عبارة عن دي عن ايوة مين سمع بيقول متر على ايوة فندم على كام ثانية بس همية ثانية بارتو كلام جميل ما هيش تطلع على متر ساكن دي بس متر ساكن دي بس دي تطلع معاك عبارة عن دي عن ايه فلوس تي او سرعة لكن هنا أنا بداول على العجلة طيب مين يختار لها ضيامنش الفورمولا مين يختار لها صيغة أبعاد صيغة الأبعاد الموجود معك هي عبارة عندي عن L-T-negative أساميه L-T-negative كامل L-T-negative كلام جميل مفيش أي نوع من الصعوبة العجلة ديت يا جماعة منها أشكال أول شكل أنا ممكن أخده عبارة عندي عن عجلة منتظمة عادي الفات تاني عشان كده قلتلك لو تبعتني في الفات تقدر تكمل معنى كلمة عجلة منتظمة الجسم يتحرك مسافات متساوات سرعات متساوية في أزمينة زمنية متساوية طب فاندم هناك السرعة الممتظمة كنت أقولك مسافات متساوية أزمينة متساوية هنا في العجلة أقولك هي سرعات متساوية في أزمينة متساوية طب إق luzهم أطلع معاك الخط بتاعك هيطلع معك برضو صورة خط مستقيم فالخط المستقيم اللي موجود معك ده يطلع لك عبارة عن دعمين يطلع لك هذه العجلة بسمية عجلة منتظمة ولذلك لما ده طلع الميل جميع النقاط بتاعت الميل هتدي لك قيمة بسمية قيمة ايه قد بعضها قيمة متساوية بناء على نوع ايه سرعة بسمية سرعة منتظمة كلام جميل يبقى العجلة المنتظمة هي عبارة عن دعم مين يا سادزة التي تتحرك بها الجسم عندما تغير سرعته بمقادير بسمية مقادير ايه متساوية طب يا مصر لو انا حاولت ترسمها ايا فاند هترسمها لي بنفس المنظر يطلع معك ده ماشي او السرعة متر على ثانية وهنا تحطي لكلمة مين كلمة ثانية ويطلع معك ده خط بسمية بسمية ستريت ايه غير النقاش طب ما فيه سرعة عجلة تانية متغيرة العجلة متغيرة ايه هي تلك العجلة اللي موجودة معايا اللي هي تحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير غير متساوية بمقادير ايه غير متساوية نفترض ان انت في قلب بطريق من الطرق لقيت الطريق اكتر فضاء فانت بتجري اسرع واسرع فدي اسميها عبارة عندي عمين عجلة تحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير غير متساوية غير ايه متساوية طب ما حب ارسمها اه جميلة اوي لو انا بصيطل الرسمة بتاعتها يطلع رسمتها عبارة عندي عن ك engaged اديل V سرعة متر على سكن على مين على تي بسمىthan تي سكن يطلع معك زي صورة خط منحة لازم يا أسدزة افضل تعود نفسك وتضربت ايدك على ان انت محتاج لازم ورقة رسم بياني تشتغل بيها هذا الموضوع ما فيش رسم بياني انا باعتبر ان اولادنا ما استفدتش حاجة من غير ورقة الرسم البياني ده شيء مهم مثال اكتب كده معايا مثال وحنا عديني نشتغل انا وانتو سوا حبيبي لو وديتك جدول زي اللي موجود قدامي ده ومديلك فيه ارقام الجدول اللي موجود مع ساعتك ده مقسمه لك عبارة عندي عن 5 10 15 20 طب ماشي خدت بالك على الجدول من اعلى من فوق السرعة بتاعتك تسوي كام قالك دي السرعة متر على الثانية طيب هناك كانت في الجدول اللي احنا خدناه كان عبارة عندي عن كام كان عبارة عندي عن ازاحة كانت متر بس هنا الزمن مديهولك عبارة عندي عن كام واحد اتنين تلاتة اربعة الى اخره ما تيجو بينا لات نرسم برضو كما تعودتو انا وانتو انا هرسم هنا اللي هي المساء اللي هي البسامية السرعة على المحور بسميه اللي هو بسميه محور وي ادي الفي ميتر بساكن و ادي هنا اساميه هدي عبارة عندي عمين ادي هنا تي اساميه ادي تي ساكن بالنسبة لك اتعودنا لازم نمشي مقادير متساوية فيطلع معاك هنا عبارة عندي عن كام ادي خمسة ادي عاشر خمستاشر كام يا شبابنا عشرين ها مين معاية خمسة وعشرين كامل يا فاندر المنزل الزمن تحت همشي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وممكن نقف لغاية كده ما فيش مشكلة تعالوا بنا حبابي الواحد عند كام عند الخمسة من غير نقاش الاتنين عند كام الواحد عند صفر يا ولده نازري واحد عندين واحد عند صفر الموجود معكم عند الاتنين اساميه عند كام الاتنين عند خمسة من غير نقاش طب عند التلاتة التلاتة عند كام اهي فاندر التلاتة عند عشرة اهي بالنسبالك طب الاربعة عند الاربعة عند كام عند خمستاشر هيا يا سادزة طب الخمسة اللي موجودة مع ساعدتك خمسة من دهالك عند العشرين خمسة عند كام خمسة عند العشرين طب الستة اللي احنا كنا بنيجنا نتكلم عليها الستة عند الخمسة وعشرين اهي فاند الستة عند كام عند الخمسة وعشرين لو انت وصلت الخط بتاعك اطلع معك عبارة عندي عن صورة مين صورة ستريت بسا مين صورة ستريت لاين فضلك ان انت تجيب لي الميل ما احنا ما نيجي نطلع الميل زي ما مشينا هناك بس المرة دي القانون اختلف هي عبارة عندي عن دلتا في على دلتا تي اللي هو التغارف السرعة على التغارف الزمن تعليلي بقى هجيبه ازاي اختار يا استاذ عزيز اي نقطتين انت شايفهم يحلو اليك فانا سينسى ممكن اختار النقطتين دول اهم انت ولادي من غد نقاش فبقول ان الميل ده عبارة عندي عن وي 2 مينس وي 1 على كام على اكس 2 مينس اكس 1 الواي 2 دي اللي احنا خدناها طلع معايا عبارة عندي عن 25 اهي الواي 1 طلع معايا كام عبارة عندي عن 15 او على ما اجي اخد هنا عبارة عندي عن من قدي 6 ناقصة 3 طب 25 اصد 10 25 اصد 10 ديني كام 15 على الثلاثة 15 على الثلاثة فيها كام يا شبابنا فيها الخامسة يطلع معاك ان الاجابة كلها او مجملها اطلع هنا ان الميل بتاعنا خمسة متر على مين على ثانية بسامية من ثانية سكويرد ايه ثانية سكويرد؟ البسامية الثانية تربيع من قد النقاشة يبقى مهم جدا ان احنا نقول ان العجلة بتاعتنا اصباح تسمع عجلة ايه منتظم طب انا برضو لو بارسم وترى الخط اللي موجود معايا زى صورة خط منحاني اعرفوا ان هو مسافات كويس او بسميها سرعات غير متساوية في ازمنة متساوية في ازمنة مين متساوية؟ طب ماشي؟ لو احنا اعتبرنا ان صورة الجسم ده اتجاه موجب فكأنه بتحرك فين؟ بتتحرك الجسم في اتجاه باسميه اتجاه موجب فدي اسميها في وجهة نظره لديه عجلة تزايدية يعني عجلة تزايدية عملا تزيد العجلة لنسبالك طب انا؟ كويس ماشي؟ طب انا هنا لو باجه اقول مثلا هناك عجلة تانية مرة تانية ممكن اقول عليها ساعتك دست على الفرام العربي فمع انت دست على الفرام العربي هناك باسميها عجلة مين؟ عجلة سالبة او اسميها ايه تناقصية وده حتى بنسميها جماعة في لغاتنا الدرجة فرامل انت بتدوس على الفرامل العربية عشان العربية طعف او تهدأ انت داخل اشارة داخل على منحنة فالكلام ده كله اسميها عجلة مين؟ عجلة سالبة او تناقصية كويس؟ ممكن نسميها عجلة صفرية يعني ايه عجلة صفرية؟ العجلة هنا بتساوي صفر زي ايه؟ حالا هقولك ما تيجو بينا اولاد بقى نستعرض الرسومات اللي احنا خدناها حاليا احنا خدنا في العجلة اللي موجودة معكم دي هاي تلات اشكال اول شكل خدناه كده ببساطة جديدة لما كنت حط السرعة هنا فوق واحط هنا الزمن يطلع مع الخط زي في صورة عبارة عندي عن خط ماشي خط بسميه خط ايه؟ استريت كده وبسميه خط منتظم او مستقيم اسميها عجلة ومتازاي ودي كلام جميل لو انا خدت هنا جماعة خط منحني اسمي لو انا خدت عجلة هنا ادي هنا السرعة بتاعتك ودي هنا الزمن اسميها عبارة عندي عن عجلة مين؟ عجلة اسمها متغيرة سميني متغيرة طب انا خدت الشكل ده يهمني او 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 بصوا بقى جماعة هي دي اللي انا بسميها عبارة عندي عن اديتي سكن بالنسبة لك ممكن اسميها عجلة صفرية اسميها عجلة مين صفرية ايه بمعنى ان الجسم وقف عنده نقطة دي هن ما زودش يبقى دي عجلة صفرية موجود معكم او اسميها سرعة منتظمة يعني الرسمة دي لها كم اسم؟ ليها اسمين؟ يا اما الناس تقولي عجلة صفرية يا اما الناس تقولي سرعة مين؟ منتظمة ماشي طب افرح حضرتك لو انا قلت انا حطيت هنا شكل زي ده اسميلك دي عبارة عندي عمين؟ اسميها عجلة تناقصية يعني تناقصية؟ معنى كلمة تناقصية اي انها تحصل يا اولاد عجلة تناقصية اي بمعنى انها باستمرد بتقل بمرور بسمية بمرور زمن انا سعدت جدا جدا باولادي طول الفترة احنا موجودين فيها على الحلقة واحنا سعدان احنا نتقابل معاكم الى اللقاء مع تحياتي واسرة البرنامج في الاسبوع القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة